البارحة لنائب السابق مشعان الجبوري فجر قنبلة مزلزلة هزت الدولة العراقية عموما ومؤسسة القضاء بشكل خاص وذكر السيد مشعان الجبوري انه رئيس المحكمة الاتحادية سيد جاسم العماري قام بتهديده من اجل التنحي عن التحالف الثلاثي او انه سيقوم باسقاط عضويته وباول رد للمحكمة الاتحادية على تصريحات السيد مشعان الجبوري ذكرة المحكمة انه هي تتعرض لهجمة اعلامية داخلية وخارجية وانه هاي الهجمة هي مسيسة وهدفها الاساءة بدون التطرق للموضوع اللي ذكر السيد مشعان الجبوري وهنا احنا نسأل هل من واجب السيد رئيس المحكمة الترويج لحزب او حركة سياسية او الحث على ترك الحزب الفلاني والتحالف العلاني هل السلطة الممنوحة لسيد رئيس المحكمة الاتحادية تحلى وتسمحلى بتهديد المرشحين وارهابهم وارعابهم زين اذا اعلى السلطة قضائية تروع الناس بهذا الشكل لعد المظلوم اللي نوكل حقه وين يروح ومن ينطو وجهه تصريح النائب المشعان الجبوري النائب السابق البارحة مو فقط خلى النقاط على الحروف لا ولا لانه كشف خروقات وتجاوزات المحكمة الاتحادية انما خلانا نراجع القرارات السابقة للمحكمة ونسأل عن مدى حياديتها واستقلاليتها وبنفس الوقت نردد البيت الشعر اللي يقول يعدل الناس الا في محاكمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم اشتركوا في القناة